ابن تيمية بهذه الفتوى حكم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مبتدع ومن جنس المشركين عجيب تفضل يا شيخ ابن تيمية هذا صيح مسلم ينقل لنا صيح مسلم الجزء الثاني والصفحة 969 كتاب الجنائز باب 35-34 لاحظوا اسم الباب ماذا؟ اسم الباب يعني صحيح مسلم جعل بابا مستقلا ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها عجيب هذا ورح اجماء الصحابة والتابعين يعني حتى صيح مسلم صار أيضا من أهل البدع لأنه عنوان باب باب مستقل والدعاء لأهلها طيب لماذا يا صيح مسلم بأنك جعلت بابا مستقلا للدعاء لأهلها الدخول عند القبور يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيحة بل متواترة زار القبور ودع الله عند القبر فطر نقرأ يقول الحديث مثلا رقم مئة وأربعة فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر أبي بكر تعرفون أبي بكر أبي شايبة معروف يعني السلام على أهل الديار السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم ولكم العافية هذه عبارة هناك عبارة قال كان رسول الله صلى الله عليه أحسن يعلمهم يعلمهم تعليم يعني بنت أمي يقول لا كان موجود لا أصلا ولا الصحابة كانوا يدعون عند القبور وما كان يقفوا عند القبور يعلموا يعني يدعون ولا التابعين وهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو عند القبور وعندما يزور قبور أهل البقيع وكان فيه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكان يقول أسأل الله لنا ولكم العافية ويعلم لأن التعليم دلالته قوية عندما يعلمهم يعني هذه الدلالة بعد دمجل يحظم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في السلام أسأل الله لنا ولكم هذا الدعاء